موسيقى وفي نفس الوقت كمان ايه الصعوبات اللي انت بتقابلها في المهنة المشوقة اولا احب ارحب حضرتك المهنة مشوقة لان بتشوف حاجات محدش غيرك بيشوفها يعني اولا انت بيكون في الواقع عندك الاحداث كلها قدام عينك بتقدر تحكم ايه صح و ايه الغلط من غير ما بترجع للأعلام ما انت اصلا بتصنع الأعلام بس ده هي مشوقة لان يعني كل حاجة بتحصل قدامك ما بتحدكش ان انت ترجع تسأل طب شوفت ايه اللي حصل ايه اللي ما حصلش عادي كل حاجة قدامك طب هي مهنة مشوقة ولكن اكيد بيها صعوبات اكيد طبعا صعوبات بتقابلها ان انت كل الجوانب مش عايزك تتصور يعني كله كل جانب المتظاهر اه 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 قوات الامن حتى الناس اللي انت ممكن تستخدم منزلهم عشان تتصور اي حاجة كله مش عايزك لان كله هي ثقافة مش عندنا الثقافة لسه وليدة لسه مفيش مهنة في ثقافة التصوير انت اه يبقى حاجة الناس الكاميرا كله يجي ولك انت طبع ايه انت مين طب الناس بتخاف شوية شوف حاجة الناس الكاميرا يعني انت شايف انه موضوع موضوع ثقافة داخل المجتمع المصر يعني عايز اقتناع ان المفروض ان الناس تسهل مهنة المصور الصحي طبعا اكيد طب خلينا نتكلم عن بدايتك يا طريق وبدأت ازاي من خلال مهنة جايز انت كنت حبيبة ولكن اكيد زي ما قلت فيها صعوبات بدأت ازاي والله حركة اوسط انا طالب في اكاديمية اخبار اليوم وكان فيه كورس في وكالة انباشرق الاوسط فبدأت كان فيه ناس تعرفوا يعني وشوفوا صوري وكده قالوا احنا محتاجينك ترينج معنا وكده في شبكة شبكة اخبارية كده يعني بس فنزلنا وكده وقعدت عمل تطوعي كان اول عمل تطوعي كان اعمل مطعب جدا انت بتنزل وتتعب وفي الاخر ما فيش مقابل بس بعد كده يعني تدركت شوية ورحت بوابط الوافض الالكترونية وورده خدت خبرة من هناك شوية بس وبعد كده وصلت الموقع الصدر البلد بما شغل فيه حملاتي يعني عايز اقول الصعوبات اللي انت كلمت عليها كده تواجهة في البداية اذا انت ما قلت الناس مش متقبلة شوية الاطراف المتنازعة اللي موجودة في المواقف الساخنة دي جايز ما تسهلكش المهنة شوية ده مش عايز تصوره ده مش عايز تطلع جايز قد تكون هناك بعض الصور تسيق لي ولا اخره جانب او جانب الاخر ولكن هناك مشكلات بوجهها المصورين الصحفين في بداية دايما مشوارهم يعني إذا بيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يصطدم بيه ارض الواقع زي ما بيقوله وهناك مشاكل قد تسني بقى عن مهمته وعن وظيفته وليك لقى غار الكارير بتاعي ولكن كلمني دايما في البدايات اللي انت قلت في البداية ده اللي انت قلت في البداية ده اللي انت قلت في البداية خوارنا قد يتشابه مع الكل سواء بدأ او اصبح عنده خبرات ولكن في بداية العمل كمصور صحفي في مشاكل معينة قبلتك وانت لسه بتبدأ طبعا اكيد يعني في كل كارير هتلاقي كده في مثلا في بداية العمل مصور صحفي بالزات هتلاقي ان في ناس يعني في ناس عمليقة في التصوير فانت لازم انت بتنافس يعني بتنافس في قطاع شرس يعني في المنافسة شرسة بينك انت بتحاول تثبت نفسك لازم صورتك تبقى اي معبرة لازم صورتك ان الناس تتكلم عن لها لازم يبقى لك عين غير عين مصورين الكبار يعني لازم تختلف عنهم وهو ده هي دي الميزة في المهنة انت كل ما تختلف اكتر هي هو فن واضي يعني مش قواعد لازم تلتزم بيها لا كل ما تختلف كل ما تتميز قطع اكلمت على العين الخبيرة في عملية التصوير ده هي خلينا اسألك على الفرق بين الفنان المصور والصحفي المصور أو المصور الصحفي يعني كلمة فنان مصور تختلف اكيد ما بين المصور الصحفي يعني خلينا اعرف الفرق بين الاتنين ايه بص حدك الفنان الصحفي اللي هو بيصور صورة معينة اللي هو يعني اي صورة خلاص ممكن تصورها مثلا يعني صورة شخصية صورة فرح إنما المصور الصحفي صورته دايما مترتبطة بحدث أو وزمان أو بواقع ترجمة الصورة ispence و لا كان فيها حدث فلاني الصورة دي ei مش هارف ايه إنما الصورة فنية ممكن نقول أنا مش فاكر الصورة دي كانت فين لكن الصورة الصحفية المصور الصحفي صورته دايما лежит بحدث وقت وزمان معين يقول لك السورة دي كانت ايام 15 وعشر ين Kyoto دا حصل كذا حصل كذا هوا الفرق من مصور الصحفي ومصور فني كده طب على ذكر ثورة 25 يناير كلمني عن المشكلات اللي وجهتكو كمصورين صحفيين منذ بداية الثورة يعني انت كلمتين عن المشاكل بشكل عام ولكن خلينا مع صورتنا اللي حصلت بقى في 25 يناير ومشاكل اللي حصلت لكم انتوا بالتحديد مع بدات الثورة والله وسهو مشاكل معبدات الثورة اللي وقعي تراكم الشغل يعني الشغل بقى كتير جدا في كون ان الصعبات بتزيد يعني كون ان انت فيه شغل كثير جداً دي حاجة علوة بس الصعبات بتزيد بقى اللواء ايه دايما تلاقي مصورين تصابوا كثير دايما ما تلاقي مفيش يعني مفيش المقابل الكافي انه ويسنيك يعني انت مسلا ايه لو في مقابل مجزي قوي انت هتقول خلاص مش مهم انا هنزل اصور عادي او لكن لما يكون انت بتلاقي صاحبك يقع او صاحبتك تقع فما فيش بتشوف مفيش خلاص مفيش رد اه دا ربنا يرحمه خلاص لكن بس هي الصعبات بقى تبقى حاجات كتير بقى صعبات مادية صعبات تكنولوجية برضو يعني مش كل المصورين بيبقى معهم نفس الادوات يعني في مصور ممكن يبقى امكانيات محدودة اه اه ادوات وغير الادوات التانية طيب خليني اتكلم على التعامل بقى مع الاحداث والمواقف المسير انت خلاص بقيت فقصة الحدث ومطلوب من انت تتحكت على فكرة يعني مطلوب منك ان انت تتعامل تتعامل ازاي؟ والله هل تبص هو انت يعني اما بتكون نازل توطي حدث معين حدث ساخن مثلا فانت قبل ما تروح بتتحدد انت تقف انهي جانب على جانب المتظاهرين في جانب قوات الامن في جانب محايد ولا معده ولا معده تطلع مثلا فوق مبنى جيب اللي اتنين فانت يعني انت لازم تحدد بس بعد كده بقى هو بيبقى توفيق من عند ربنا يعني كله كل احداث بتبقى صعبة طبعا وكده بس توفيق بيبقى من عند ربنا يعني صعب انك تحدد الاتجاه اللي انت تصور منه سواء كان مع قوات امن سواء كان مع متظاهرين ضد متظاهرين اخرين موضوع ده صعب شوالي؟ هو صعب بحرارك لو انت دخلت الحدث لكن لو انت من قبل ما الحدث يبدأ انت محدد جهتك هيبقى سهل جدا يعني مثلا ما يبدأ مسيرة مثلا او مظاهرة او اي حاجة فلما بتكون انت مثلا ماشي مع المسيرة صعب ان انت تنقل من المسيرة تروح مثلا طوف مع قوات الامنة او مع الاهالي مثلا والعكس صحيح صعب ان انت ترجع ناحية تاني مشكلة مشكلة كلمتيني على قلت كلمة الحياد في سياق حديثك انت كمصور صحفي المفروض من اساس مهنتك انك تكون محايد بصحك هو يعني انا مقتنع بحاجة ان الحياد مش موجود يعني مفيش حياد لان لازم الصورة اللي انا اصورها يا محالك هتكون متفق معها او مختلف معها في حد يكون مؤيد للصورة وحد معارض للصورة فالحياد ما يعني في الواقع عندنا مش موجود لازم 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 يجب صورة تعجبك وصورة تختلفة طبعا احنا عندنا صور على الشاشة بصرعة هتكلمني بقى على الصور دي او دي صورة كانت في منطقة الهرم اللي كان فيه مسيرة معدية وكده لا اخو ادبالك ان في بلكونة عليها صورة المشير السيسي وصورة تانية علامة ربع او احنا لو طب انا مبدأ ده في حياتنا يعني مش هنتضايق ولا يحصل مشاكل ولا اي حاجة او عادي يعني انا مؤيد للنظام وانت مؤيد للنظام وعادي وفي الاخر احنا جران والناس في الاخر في دلواف وكلهم مع بعض يعني حتى فيه صورة تانية تلاقي الناس وقفة بيتهزر مع بعض وعادي جدا فيش اي حاجة بس لفت نظرك المشهد يعني او ما شوفت صورة على الشاشة لفيته بسطة عليها لفت نظرك المشهد ده حركة هو بس هو يعني انت لازم عينك تختلف عن عين المواطن العادي الزكيرة البصرية عندك تختلف يعني انت الصورة بالنسبة لك لازم تختلف عن صورة المواطن العادي نقلنا بصورة على حاجة تانية خالص الصورة دي؟ الصورة دي في مستشفى 57-57 لمرضة السرطان الصورة دي كان فيه مجموعة من الزباط وقيادات من الداخلية كانوا رايحين يعني يعني برعوا للناس هناك بس الطفل دي الوحيد للكان نايم ورح كل الاطفال كانت صحي يا الله الطفل ده يعني حسيت في الصورة دي ببراءة ولا اه حسيت ببراءة الطفل براءة ونواء بيأتمنى يعني بيحلم بينام يحلم بالحرية انا عايز اعرف بقى انت كنت تحت الطيارة دي ولا كنت في المطار ولا ايه بالضبط لا او حادك برضو ودي من يعني انت حال كنت بتسأل عن الصعوبات وكده فيه كان ضمن الصعوبات برضو ان انت عايز تجيب حاجة متميزة عن المصورين فبتضطر انت تختلف يعني هما كل هما في مكان فتضطر انت تبعد عنهم مش تجيب حاجة مختلفة دي كانت في احتفالات 25 يناير اه السابقة طيب بس الصورة دي قريبة انا كنت واقفه اه اعلى اعلى حتة في مكان التحرير اه اعلى مرة وفيه حضاك زبط واقف لو حضاك شفته اه بالضبط الصورة واضحة جدا على فكرة انت عندك زوم في الكاميرا اه بس هو يعني الادوات بتاعتي انا مش الموقع اللي بيجيبها لي واضح كمان ان انت برضو كنت قريب من اه دي برضو احتفالات ستة اكتوبر دي كانت فين مكان التصوير الصورة دي التصوير دي كان فيه بيتي انت بتفوتش فرصة لا لا انا بجري ساعات لما كن فيه حدث معين مثلا فيه سحاب مع معين فيه اي حاجة بجري بافضل اجري لحدا مالحق طريق انت موضوع السطح ده فارق معاك يعني انا حاس انك بتقرب من السماء وبتطلع واجايز من اساسيات مهنتك ان انت متسبش حاجة تفوتك طبعا طبعا يعني هو لما بتكون مثلا في حدث معين وفيه حاجة بتوع منك ده بيأثر عليك جدا طب اي اقول لي بقى يعني الصورة دي بقى يعني لاتنين نايمين اه الصورة يعني بتبين مدى اللي احنا وصلنا له في الوقت الحالي يعني لو مفيش فرق بين الانسان والحيوان وفيه كدر تاني للصورة بس مردتش اجيبه عشان مش ظريف لا مش ظريف هو الورى البنية الورى دي الهلتر ممسيس اه 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 ما كنتش عايز تقرب اكتر من كده ولكن انا عايز اقول الصورة معبير قوي على فكرة اه اه دي فين؟ دي بقى يوم احداث مكتب الاشياد الدامية اه ده في المؤطم في المؤطم اه اه اليوم ده انا كنت انا وصاحبي واحد صاحبي كنا اقرب اثنين لمطلق النار يعني او كان العلامة الحركة اللي فيها ليزر ده كان مطلق النار اللي كان يضرب بالنار اه ده المنطقة اللي فعلا تم اطلاق النار من خلالها على المجموعة اللي كانت موجودة واعتقد ان انت هنا قريب قوي انت كنت مداري او مستخبي كنت اه كنت مستخبي ورى شجرة بس انا كنت يعني انا اقرب واحد المتظاهرين حتى اللي بيحدفوا طوب اللي بيحدفوا اي حكايفين وقفين ورى اه واضح ان في الصورة مفيش حد خالص مفيش حد اه واحنا وقفين قدام اه صعبة الصورة دي اه صعبة جدا خصوصا ان كان زميل اللي واقف جنبي هو يعني ايان شوية فواحنا مستخبيين ورى شجرة واحدة فانا جزقي يعني جسمي كله طالها ببرا هو واقف مستخبي فيها خطورة لان ما يكون فيه قناص موجود قريب منك وانت موجود اول واحد وزي ما بتقول جسمك تقريبا ظاهر فيها خطورة قربت من رجال الامن هنا في الصورة دي اه دي في كرداسة صراحة تعاونوا معنا جدا رجال الامن وكانوا خلوهم يدخلوا مضرعات بس منطقة مشتعلة اه كانت منطقة مشتعلة جدا وكانوا هما بيتلاوا حملات امنية كتير دي صورة شدتني لظابط هما زماله كانوا بيهزروا معاهم ويقولوا لأ لا قناة عايزين نشوفوا وشكوا كده هما رفضوا قالوا لأ كان من ضمن الحملات الامنية اللي بتطعنا بس انت ذكرت كلمة التعاون من رجال الامن يا طارق وانتو بتشتغلوه هو مش في كل المواقف حضرتك اه دي اه دي كانت في 36 مسيرة كانت رايحة للتحدية بتتعبر يعني عن مدى الوحدة اهما احنا مش محتاجين نقول ان فيه وحدة ولا حاجة يعني بس ايه يعني صورة شدتني بس الحقيقة اتخدها ازادي حالك هي صورة كان فيه اتنين بيتصوروا مع بعض يعني وقفين جان بعض ويقولوا صورنا وكده فأنا مركزتش على وشهم انا لفتت انتباهي لزي ما قلت حالك الزاكرة البصرية عندهم مصورة بتختلف من المواطن من الحد العدي فأنا مصورتش مركزش على وشهم حتى هما لما قالوا لي ورينا وكده يعني فما رقوش حاجة قالوا انت تتحذر انت بتتحك وشاف ايه وعادي يعني بالعكس صورة معبرة جدا وجايز ده اللي يخلي فعلا موضوع المصور الصحة في ذاكيرته البصرية مختلفة مية في المية وصورة بتعبر عن نفسها دي حركة في اوسيم في منطقة ريفية كده في الجيز اسمها اوسيم كان برضو مظاهرة كده مؤيضة لمشيري السيسي والست ضحكتها يعني شدتني خليتني ان انا ايه اركز معيها او او بصلها بتعبر عن المرأة المصرية طارق صورة زي يا ريت يعني يا ريت احنا ندي المرأة المصرية جزء منها علينا ده حقيق ده حقيق ده حقيق صورة فعلا معبرة جدا وحتى فيها ابتسامة امل يعني مش موضوع ابتسامة خلاص عشان حد يصور فيها ابتسامة امل ويبدو انك برضو بتقرب من رجال الامن مرة تانية من خلال صورة زي دي وانت قرأت جدا على فكرة اه اه دي كانت في المهندسين كانت تحسبا الاشتباكات وكده قوات الامن وفيهم باب يجهزوا نفسهم مين هيوف عنه موقع مين هيعمل ايه مين هيتفاوض الاول مع متصهرين تمام موضوع غاية في الاهمية طارق فتحنا قبل الهوة اكلمنا فيه جايز موضوع سؤالي عن الحماية المتوفرة ليكو كمصورين صحفين او حتى كصحفيين وحدث مر بنا وفاة زميلة صحفية ميادة اشرف وبنتكلم على الحماية المتوفرة لكو انتو كصحفين او مصورين صحفين مدى الحماية دي شكلها ايه انت هل بتتوفر ليكو الحماية ولا بتقوم ده بتقوم ده بشكل شخصي هل تعرضت لنوع من الكورسات لكيفية حماية معداتك وحماية حياتك الشخصية خاصة فيه شباب كتير وبنات كتير بيبقوا لسا مازالوا تحت التدريب وخبراتهم محدودة؟ لا اوصح هذا هو يعني في حوار الحماية ده مفيش تدريب كافي للمصورين هي كلها بتبقى اكتهاد شخصي مني ان انا بشوف غيري عمل ايه فبحاول اقلده لكن كون انه فيه مؤسسة بتبدي كورس للحماية او ازاي تتعامل في المواقف والازمات ده مفيش ما تعرضناش لي خالص ثانيا الحماية بتبقى اغلبيتها شخصية يعني انا مثلا بوفر من جزء من مصروفي او مرتبي مثلا فلوس شخصية اشتري اواقي من الغاز بوفر من مرتبي جزء عشان اجيب مثلا واقي من الرصاص هي بتبقى كلها حاجات شخصية بتعتمد في حماية نفسك على قدراتك الشخصية على قدراتك الشخصية ومش على المؤسسة اللي انت تابع لي لا لا ولا على الناحية الامنية الناحية الامنية هم يعني احنا موجودين يعني بين شقائر روحة زي ما بيقولوا ربنا معاك والحقيقة انا عايز اعود معاك كتنفيه طارق اعرف اسرار كتير من اسرار المصورين الصحفيين ولكن وقت بيدهمنا المصور الصحفي طارق ابراهيم خليني ارحب بيك مرة تانية واقولك شكرا على وجودك معنا النهاردة وهنا نلتقي ونعرف اسرار مهنة المصور الصحفي شكرا جزيلا مشاهدين فغراتنا ما زالت مستمرة تابعونا ولكن لعدل قصر